موسيقى اهلا وسهلا بك وحباء المشاهدين والمشاهدات القرام وحلقة جديدة من برنامجكم غلطة وعبرة شخصية اليوم هي امرأة جميلة وهي بنت لابان ابن بتوئيل كانت تسكن في حران وعندما ذهب ورآها يعقوب أحبها من كل قلبه وكانت نتيجة هذا الحب أنه خدم لأجلها سبع سنين وبعد أن خدم أيضا سبع سنين أخرى فلأجل أن يأخذ هذه الفتاة الجميلة الخدم لدى حماه 14 عاما هذه الفتاة ماتت وهي صغيرة السن عندما كانت تلد ابنها الثاني الذي هو بن يميني شخصية اليوم بتأكيد هي رحيل زوجة يعقوب ماذا عن رحيل؟ ماذا عن رحيل؟ رحيل كما نعلم هي الزوجة المحبوبة المفضلة اللي كانت واخد مكانة عظيمة في قلب زوجها يعقوب ولأجل ذلك كان يفضلها في كل شيء رحيل كان لها الأولوية في كل شيء ولأجل ذلك قضى سنين كثيرة يخدم لأجلها 14 عاما يعني مدة كبيرة جدا جدا إن واحد يدفع مهر 14 سنة عشان يتجوز امرأة ولكن بالرغم من هذه المحبة رحيل كان فيها بعض الضعفات اللي إحنا ممكن نتعلم منها عبرة مهمة أو درس مهم لحياتنا في البداية بعد ما استقر يعقوب مع خاله لبان وتزوج ليأ ثم رحيل وأنجب الكثير من الأولاد وأنجب بنت أيضا وإزداد صروة وغنما قال له الرب ارجع يا يعقوب عود إلى أهلك عود إلى بيت أبيك وكان قرار صعب جدا جدا لأن لبان كان متمسك بوجود يعقوب لأن يعقوب كان سبب بركة لأموال لبان لكن اللي حصل أن يعقوب اتفق مع زوجتيه اللي هما ليأ ورحيل أنه هوا هيهرب من بيت أبيهما وبعد كده هياخد كل مواشيه كل عبيده وجواريه معاه ويعود إلى أرضه في كنعان وفقه وفقت ليأ ورحيل على هذا ولكن في أثناء الهروب في شيء حصل إيه شيء الحصل ده تعالوا نقرأ الخطيئة أو الغلطة اللي عملتها رحيل قبل الهروب ودي موجودة في سفر التكوين سحح 31 وعدة 19 يقول الكتاب وأما لبان فكان قد مضى ليجز غنمه فسرقت رحيل أصنام أبيها فسرقت رحيل أصنام أبيها وهنا بنيجي قدام حادث غريب جدا 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 رحيل لماذا سرقت أصنام أبيكي أحيانا كتيرا بنعتقد أن السرقة بس بتكون عشان القيمة المادية لكن مش دايما لأن هذه الآلهة أو الأصنام اللي كان بيعبدها لبان زي ما الاكتشافات الحديثة في الشرق الأدنى اكتشفت فيما بعد أنه كانت عبارة عن أشياء صغيرة الحد يعني الآلهة المحمولة كده وكانت بتسمى الآلهة المنزلية لأنها كانت توضع في المنازل غير الآلهة اللي كانت بتشايت في المعابد من حجارة وضخمة كبيرة أو من حجارة سقيلة أو من الجرانيت مثلا لكن اللي في البيوت كانت ليها واضع تاني كانت صغيرة الحجم في حدود 5 إلى 8 سنطي كان ممكن الإنسان كمان يعلقها في رقبته للحماية وكانت آلهة معمولة من الخشب غالبا يعني معظم الاكتشافات وجدوا الآلهة دي عبارة عن خشب منحوت معمول على صورة آلهة أو من خزف طين أو من معاد النفيسة ولكن دي كانت في حالات قليلة جدا 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 هذه الآلهة كانت الاكتشافات بتقول لنا أن كانت على صور الآلهة اللي كانوا بيعبدوها أهل الشرق الأقصى في وقتها الاكتشافات دي اللي في الشرق الأقصى والشرق الأدنى وجدوا أيضا أنها عبارة عن آلهة نسائية زي ما كانت مثلا إزيز آلهة المصريين في وقت المصريين كان في آلهة عند الكنعانيين وعند ما بين النهرين آلهة أيضا ولكن آلهة نسائية عارية ليه كانت آلهة عارية؟ الرمز الكده لأنه كانوا بيعتقدوا أن المرأة العارية هي رمز للخصوبة يا إما خصوبة الأرض يا إما خصوبة الإنتاج وعشان كده البعض اعتقد وقال آه سبب من أسباب أن رحيل سرقت هذه الأصنام أن هذه الأصنام تعتقد أن هي أصنام تجلب الخصوبة وتجلب الإنجاب وكانت رحيل عاكر فقالت لأ أنا هاخد الآلهة دي يمكن تساعدني هفضل أتعبد ليها هتجيب لي الخصوبة أختي بتولد وأنا لأ فده سبب من الأسباب ده سبب من الأسباب سبب تاني بعض المفسرين قالوا أنه يمكن كانت عايزة أنها تعبد نفس الآلهة اللي بيعبدها أبوها ناس تاني قالوا العكس وده تقليد يهودي قالوا أنه ممكن رحيل تكون تسرقت هذه الآلهة عشان أنها تجنب أباها عبادة الأصنام يعني تاخد منه بعد ما هي عرفت ربنا الحي أنها تاخد هذه الآلهة بس ده سبب ضعيف جدا جدا لأنه مش معقول عشان تنقذ أبوها تعمل خطية زي خطية السرقة يعني دي تعالج خطية بخطية ما تنفعش لكن السبب الجوهري الأساسي هو اللي اكتشفوه العلماء في الحفريات إن وجدوا أن هذه التمثيل ما كانتش بس للعبادة أو الأصنام ما كانتش بس للعبادة دي كمان كانت إثبات ملكية فكان الآلهة دي مكتوبة عليها أشياء زي الختم في الوقت الحالي بتثبت ملكية الشخص لممتلكاته فرحيل لأنها شعرت أنها سرقت هي وليئة في المهر اللي دافع فيهم وأبوهم ما كانش أمين ورجع هذا المهر إليهم فشعرت أن من حقها أنها تنتقم من أبوها وأنها تسرق هذه الآلهة أو هذه الممتلكات يا إما تأذيه يا إما تاخد هي هذه الممتلكات ويبقى لها الحق فيما بعد أنها تطالب بيها طيب يبقى كذا إذن الفكرة العامة اللي كانت عند رحيل أنه كان في حاجات مختلفة جدا جدا في قلبها أولا ممكن يكون ممكن يكون أنه هي فعلا كانت متعلقة بالأوسان وكانت عايزة بتعتقد زي ما ناس كتيرة للأسف بتعتقد دلوقتي أن بعض الممارسات المعينة يخلي واحدة عاكر أنها تلد أو يخلي واحد عيان أنه هو يشفى من مرضه وبيبتدوا يعملوا أشياء ضد كلمة ربنا وضد مشيئة الله دي كانت الخطية اللي وقعت فيها رحيل رحيل كانت للأسف الشديد هي خرجت من بيت الأوسان بيتها بيت لابان والدها ولكن الأوسان كانت موجودة في قلبها رحيل بتقول لنا عن الناس اللي هما ما زالوا بيعانوا من أصنام القلب مش شرط يا حباء أن الإنسان يكون في مكان شرير عشان يبقى دخله الشر ممكن يكون في مكان كويس ولكن الشر ما زال فيه زي إبليس إبليس كان في أقدس مكان كان لصيفر كان القروب المزلل لعرش الرب كان في السماء كان واقف جنب الله جنبا إلى جنب كان بيتطلع إلى الله ذاتيا وبالرغم من كده دخلوا الخطية بخلوته الشر وقال أصيره مثله العلي رحيل خرجت من المكان بس المكان ما خرجش منها هل إحنا كمان بنوع في هذه الخطية هل ما زلنا بنخرج بره الشر جسديا لكن روحيا ما زلنا عايشين فيه هذه كانت الغلطة فما هي العبرة؟ ما هي العبرة أحباء اللي احنا ناخدها من قصة رحيل سرقتها أصنام أبيها؟ العبرة اللي احنا بناخدها إن دايما نفتش عن ما في داخل القلب أين كان السبب اللي لأجله رحيل سرقت أصنام أبيها سواء كانت بتؤمن بهذه الآلهة وعايزة تنجب أطفال وعشان كده طمعت في هذه الآلهة أو إنها كانت بتاخد أموال أبيها وشعرت بالظلم منه ففي كل الحالات اللي عملته رحيل كان غلط كان سرقة ما كانش دي الطريقة اللي ترضي ربنا أبدا أبدا إنها تتعامل وده بيدل على إن رحيل بالرغم إنها تزوجت بإنسان مؤمن ولكن ما كانتش حياتها في ذاق الوقت بكامل الإيمان بالرغم إنها تزوجت وعرفت عن الله الحي ولكن كان في بعض الأصنام موجودة لسه في قلبها كان في بعض الأخطاء اللي تعلقت بيها من بيت أبوها احنا كمان محتاجين نسأل نفسينا هل في بعض العادات القديمة إحنا ما زلنا بنمرسها وهي تغضب ربنا هل ما زلنا بنرجع للأخطاء اللي كنا بنعملها قبل الإيمان هل ما زلت حياتنا فيها بعض الشوائب لسه ما تنقضش بعد هل في أصنام معينة ما زالت موجودة في داخلي لسه بعبودها يمكن واحد يسأل معقولة إحنا نعبود أصنام أصنام دي كانت زمان نقول لا في حاجات كتيرة جدا 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 ما زالت أصنام موجودة في حياتنا ما زالت إلى الآن فيه ناس بتصوروا الأبور وتزور أبوروا الموتة إلى الآن ما زالت فيه ناس بتسجد لتمثيل وصور وتبخر ليهم وتدبح زبائح لأجلها معقولة مؤمنين للأسف مؤمنين أو يقال عليهم مؤمنين أو بحسن نية هما بيعملوا هذه الأمور ولكن كل هذه الأمور تغضب ربنا فيه ناس ما زالت بتذهب إلى الموتة وتستشير الموتة معقولة مؤمنين دول للأسف بيحسبوا نفسهم مؤمنين فيه ناس بتعمل أعمال وسحر فيه ناس ما زالت متعلقة بهذه الأصنام اللي موجودة جوه قلبها ويجي ربنا النهاردة ويقول لا ما ينفعش كل الكلام ده ما تبقى زي رحيل ما تخرجش من بيت الوسانية ويبقى الوسان معاك في حياتك ما ينفعش النهاردة خد قرار إيه هو القرار يا رب اللي أنت عايز تدهولنا أو تنصحنا به القرار هو قالته رحيل تعالوا نشوف كمان رحيل عايزة تنصحنا وتقول لنا إيه تقول لنا اسمعوا صوت الكتاب المقدس اللي بيقول لا يكن لك قالها أخرى أمامي خلي الرب هو المسيطر على حياتك خلي الرب هو ليه كل شيء افعص نفسك النهاردة وافحصي نفسك يا أختي وقول هل أنا زي رحيل هل مازال في أصنام أنا بعبودها في قلبي لسه ما تخلتش عنها بالرغم أن أنا بداعي أن أنا مؤمنة أنا بداعي أن أنا مؤمنة لكن هل فعلا أنا بعيش هذا الإيمان أنا بعيش هذا الرجاء حبيق ربنا يساعدنا أن إحنا نتعلم من قصة رحيل أن ما يكونش في قلبنا صنم ما فيش غير الرب هو اللي يسكن قلبنا عندما يأتي الرب على أسحاب المجد يجدنا بلا لوم وبلا عيب ونسمع صوته يقول نعمّا أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير أدخل إلى فرح سيدك أمين أمين